موسيقى 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 بتختلط معنا مع أعراض تانية لأمراض مشابهة وإحنا عندنا مشكلة يمكن حلها وبعض الأحيان بتبقى أورام شفاقها ممكن تماما لأ وإحنا سايبين المريض بتاعنا ومش واخدين بنا وأولها زي ما اتفقنا عدم التركيز النسان الكتير بتدين اللخبط في الكلام كل ده دايما بنرجعون ده لا ده كبر سن ممكن بعض الناس تقول ده زهايمر موضوع بالنسان الكتير ده دكتور عند شباب صغيرين جدا دون سن التلاتين كمان ده صحيح محنا برضو عشان منقلقس الناس الأعراض اللي أنا قلتها كلها على بعضها بتدين هننسى كتير بنبدأ نتوه حتى في الحاجات البسيطة يعني هتستغراب أن فيه مرضة مثلا نتوه في البيت مش عارفة تروح المطبخ مش عارفة تروح آه للدرجات دي احنا فيه أورام في مناطق معينة من المخ من ضمنها أن احنا بنفقد البصلك ورفية حتى في الأماكن الصغيرة زي البيت الشقة لأنا مش عارفة تروح المطبخ عاوزة تروح المطبخ أنا مرة لا أنسى كان مدير عام وكنت بقوله أربعة وثلاثة كام يوميش عارفة تخيالي بقى مش عارف يقول لي إزاي يا دكتور ده أنا راجل مدير عام أقول له ماشي يا أستاذ محمد يعني أقول له أربعة وثلاثة كام بس ويقعد وما يجاوبش ولما يجاوب يجاوب غلط يجاوب غلط أربعة وثلاثة يقول لي آه ده تسعة طيب ماشي يعني قدرة العملية الحسابية كمان بيتم فقدان في منطقة معينة من المخ لما بتصاب سواء كان بأورام أو بجلطات بنفقد القدرة الحسابية حتى المسائل الحسابية البسيطة أنا ما سألتوش معادلة مركبة ولا حاجة ده أنا بسأله أربعة وثلاثة كام حاجات بسيطة جدا ناخد بأن المشكلة في السن ده إن احنا ده إما بنقول إيه ده زهايمر لا ده شكله سن إحنا بتدينا نعجز الفرق الواضح ما بين الاثنين بنركز تاني للسادة المشاهدين إن الزهايمر العجز أي شيء تاني بييجي تاد دريجي لكن إحنا فجأة راجل أو ست كان كويس جدا لحد الأسبوع اللي فات فجأة بتدينا ده مؤشر كده على إيه دكتور ده مؤشر إن احنا لازم نعمل فحوصات كتير منهم بيطلع عندهم أورام المخ كتير من نسبة مش قليلة منهم بيطلع عندهم أورام المخ وده بقى الحراج الحاجة التانية التشنجات ده عرض مهم جدا خصوصا لو إحنا التشنجات دي اللي هي الناس بتقول عليها كهرابة زيادة أو الصرع لكن إحنا لما بتبقى نوبة واحدة بنسميها تشنجات عشان بقول ده أعتقد دي شقاع يا دكتور نعم أعتقد دي شقاع يعني تشنج ده ده شقاع حدا بيجي له تشنج بيقوله على طول ده عنده ورام في المخ أو احتمالية وجود ورام في المخ هو الشاق إن احنا متشخصا دي كهرابة على المخ وهي ده بالعكس ده أنا هنا بقى مش بكلم السادة المشاهدين أبكلم الزمل والأطباء أي تشنجات لابد من عمل فحوصات ده أنا مش عاوز أقولك مش لازم مقطعية بس ده إحنا بنفضل نعمل رانين مع النطيسي لأنه أقصر دقة وأقصر وضوحا من الأشعة المقطعية يعني إحنا ممكن حاجات بسيطة جدا أنا بس مش عاوز أتخل في الأطفال في الأطفال بيبقى ممكن جزء عيب خلق في المخ صغير جدا وده بالحراية ما يبانش في الأشعة المقطعية لكن يبانش كويس أرث الرانين ولو تدخل جراحي وبيبقى نتائجه رائعة لكن في أي وقت إحنا أنا شفت مرضى عندهم تشنجات بقى لهم سبع سنين ونتعالج على أن إحنا كهرابة زيادة بدون عمل أي فحوصات وبعد سبع سنين لما نعمل رانين نكتشف أن فيه ورن في المخ بعد سبع سنين دي فترة مش قوي ليلة أو بالعكس أنا هنا بنبه السملة للأطباء قبل السادة المشاهدين أن أي تشنجات كان الأول بنقول والله لا ده كبير لا ده صغير وده بالحراية كان عندنا هذه التأسيمة يمكن أنا فاكر أول ما ابتدت جراحة العصاب سنة 2000 كان عندنا هذه التأسيمة الكبير نعمله فحوصات لا الطفل ده غالبا كهربا لا الكلام ده كله تلغى حتى من الأطفال هتتفاجئ أن فيه أطفال لسه مولدين هو ده جزء منه بيبقى فيه عامل منه جيني زي محركة تفضلتي لكن بيبقى مولود به احنا بنعمل أورام مخ الأطفال عندهم شهرين وثلاثة شهرين وثلاثة شهرين وثلاثة شهرين وثلاثة ده يمكن الفترة اللي هم خدوها لحد ما تشخص لكن هو ممكن بيبقى الورب موجود مولود به تشنجات دي من الأعراض المهمة جدا اللي احنا لازم ناخد بنا منها ولابد من عمل فحوصات انا بنقولش ان كل حالات التشنجات عشان برضو الناس ما تقلقش مش كل حالات التشنجات هنكتشف عندها أورام في المه بالعكس احنا عندي نسبة كبيرة جدا زي ما قلنا عندهم كهرباء مفيش أورام مفيش أورام لا لكن لابد من عمل فحوصات وده اللي انا بركز عليه على الأقل أشعة مقطعية إلا ما يكون رانين مغناطيس يعني هو ده الحل القاطع والفوري والأكيد ان احنا نعمل مقطعية ثم رانين مغناطيس لسه كتير اتي مستعجلة لا احنا زيب بقي العراض طيب الحاجة التانية مستعزن حددتك نرجع لعراض مرة تانية معنا بس كريمة الو 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 ايوة الو السيدة كريمة طب شكرا لانقاطع الاتصال معنا اه السيدة كريمة تفضلي عليكم السلامة وبركاته سمعينك تفضلي طب انقاطع الاتصال دكتور فدرس يتكامل كلامك الاعراض التانية غير الشائعة ان احنا نسبة كبيرة من الناس بيبقى عندهم اورام قريبة من جزء المخ ضغطة على عصب السامي ونكتشف ان هم بقى لهم سنين بنكشف عند دكاترة انفو اذن ان السامع بدأ يتقل لا انا بس سامع كويس وخصوصا بتبدأ الحكاية دي مش ان السامع كله بدأ يتقل بنسميها تفسير الكلمات بمعنى انا سامع التليفون بنقا 거 مع التليفون انا بحط التليفون على ودني وغالبا متبقى نحية واحدة مش الناحيتين ايوه و段باله حي انا سامع بس مش مفسر الكلام لكن فيه صوت والصوت واضح يعني التون الصوت واضح نبرة الصوت واضحة وقتبلك مشكلة في تفسير الكلمات مش فيه فرق ان انا سامع صوت بوضوح يعني مش بعيد مش حاسة الصوت بعيد ولا حاجة لأ ده أنا سامعه وصامعه كويس والصوت قريب لكن أنا مش قادرة أفسر الكلام أحط التليفون على الناحية الثانية يوم يفسر الكلام أكتشف أن أنا لأ ده الكلام واضح هو كلام واضح ومتفسر بنكتشف أنه إحنا بقنا سنين متابعين مع دكاترة أم في أذن ونغسل ودهنا مرة واثنين لأ طب نشوف طب نعمل إيه وممكن لابد من عمل فحوصات في الحالة دي لازم رانين مع النتيصي لأن دي بتبقى أورام غالباً بتبقى أورام حميدة ودي مشهورة جداً بتبقى موجودة على العصب السمع وعصب السمع اللي اتنين لهم نفس الفتحة جانب جزء المه غالباً الورام بيبقى ضاغط بيبدأ أول حاجة على عصب السمع وبنبدأ بزي مشارعة الحياة من شوية إن احنا الأول سامعين صوت بس مش مفصلين الكلام شوية شوية الصوت ده يبدأ يقل شوية شوية ممكن يصل للأمر لأن أنا مسامح خالص بقى دكتور هل دالي علاقة في الطانين للأذن في بعض الناس بيقولهم طانين أو زي وش أو بيسمع صفارة كده في أدنهم تمام بيتم داشخصهم إنه ده شيء طبيعي دي حاجة يتعيش مع طول حياته دالك بيقول لهم ابعيدوا عن الأصوات العالية تمام أو شغلوا جنبيكه راديو أو حاجة فيها وش عشان ما تركزوش مع الصوت بتاع الطانين بتاع الطانين دالي علاقة بموضوع الأورام لقى علاقة بموضوع الأورام الأورام أحيانا بتكون مصحوبة طانين الأورام اللي احنا بنكلم عليها اللي ضغط على عصب السمع وهي جنبيه برضو عصب الاتزان والمريض لكن احنا هنا برضو عشان ما نخدش سادة المشاهدين لأن كل واحد يفتكر إنه عنده طانين عنده أورام لا احنا لابد من الأعراض دي بتبقى على بعضها إنه أنا ابتديت مفصرش الكلام في حين إنه مريض الطانين بيفصر الكلام كويس بس أنا سمعك وسمع الكلام كويس في التليفون مثلا بس فيه صفارة مضايقاني بس أنا سمع كويس ومفصر الكلام كويس يبقى كده مش أورام لا إحنا هنا بتدينا الطانين ده له أسباب متعددة وأسباب كتيرة جدا من أشهرها مثلا من الضغط العالي يعمل لنا طانين الضغط العالي اللي مش مزبوط مع العلاج ده بيعمل لنا طانين في الأوز هنرجع طانين لأعراض مرة أخرى معنا أستاذ دلال ألو 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 أيوة السلام عليكم ألو أيوة سلام حضرتك تفضلي ألو 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 سلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته تفضلي حضرتك على الهوى أيوة 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 سلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته تفضلي ماشي أنا كنت في مشكلة في الاتصالة النهاردة تخت كتير دكتور ما شاء الله كله بيعني مجهورة بعضوية جماعة لو لقيته خط مجهورة تستوى تاني وإن شاء الله بس قيت في التلفزيون واسمعونا متريفون تفضلي دكتور تمام فإحنا برضه عشان نطمن السادة المشاهدين الطنين بيبقى طنين بس لكن مش مصحوب بتناقص في السمع اللي احنا بنتكلم عليه أنا قد يكون موجود طنين أو لا لكن أنا ملاحظ رقم واحد بتبدأ الأول بدري خالص ودي عاوزة الناس أسكية تلاحظ الحكاية دي عدم تفسير الكلام زي ما قلنا لكن أنا سمع الصوت كويس الصوت واضح لكن التفسيري الكلام مش واضح داي يبقى كده أنا سمع صوت لأ وبيبدأ بعد شوية لو احنا اتأخرنا في التشخيص بتبدأ بقى نبرة السمع تقل درجة الصوت حدة الصوت بتقل بتقل بقى بتبدأ تقل 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 لكن مريض الطنين مش كده هو بيبقى سمع ما لم يكن عنده مشاكل سمعية تانية ده بقى الحرايك لأن فيه من ناس جزء من أسباب الطنين إن السمع ضعيف والسمع ضعيف ده له أسباب كتير جدا لكن إحنا بننبه إن إحنا فيه سمع وخصوصا بالطريقة اللي إحنا شرحناها من شوية بتبدأ بعدها بتفسيري الكلام وبعدين بتقل تدرجية لابد منعمل فحوصات في الحالة دي لازم رانين مع النطيس لأن المنطقة دي ما بتبانش كويس منطقة جزء المخ ومنطقة القاعد جمجمة بتبانش كويس في الأشعار المقطعية لأن فيها نسبة عظم كبيرة فلابد من رانين مع النطيس لأن أحيانا بتبقى ورام صغيرة جدا غالبا كلها بتبقى ورام حميدة وممكن لو تدخلنا بدري بنحافظ على نسبة السمع اللي موجودة اللي موجودة طب بقى الأعراض يا دكتور بقى الأعراض النهاردة أحيانا يجينا الخمول زيادة الناس عاوزة تنام كتير وهذا بالي دي برضو بتتشابه مع أمرات تانية جديرة بسيطة أكيد طب ده الناس كلها بتحب تنام كتير فيه فرق أن أنا بحب أنام كتير وفيه فرق أن أنا فجأة بدون مشاكل نفسية بدون مشاكل اجتماعية ابتديت ألاحظ أن احنا فيه كسل فيه خمول ابتديت أنام كوي مش كويس حتى رغم أن احنا بنام كتير لا ده أنا عاوز أنام أكتر حتى مع أقل المجهود بعمله وبدأ يبقى فيه ضعف دي بتبقى مصحوبة مع بعض أورام الغدن الخمية هرجع تاني للأعراض معنا تليفون أستاذ محمود قالو أيوه أستاذ محمود ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته تفضل ألو أيوه سمعين حضرتك تفضل ألو أيوه أستاذ محمود سمعين حضرتك تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة وبركاته تفضل في مشكلة في الصوت طب معلش في مشكلة في الصوت تفضل يا دكتور قد على التصوات دي بتبقى مصاحبة مع بعض أورام الغدن الخمية اللي نبهنا اللي هي بتبقى مصحوبة بالطرابات في الدورة عند الستيات ودي حاجة مهمة جدا بعض الأعراض غير الشائعة نحن نلاحظ شوية انحجاب في الرؤية وده غير ضعف النظر ضعف النظر من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لأبد ناخد بالنا إن دي ممكن تكون ناتيجة عن أورام مخ ودي نسبة مش قليلة بالنسبة أورام المخ نحيانا بيبقى فيه أورام ضغط على العصب البصر من ضمنها أورام في الغدن الخمية وأورام فوق المنطقة الغدن الخمية العصب البصر فيه أورام ممكن تيجي من تحته أورام بيتيجي من فوقه الاتنين بيضغطوا على العصب البصر ممكن يعمل لنا حاجتين ضعف النظر والناس كتير جدا نكتشف إنهم قالهم فترة طويلة عندهم ضعف النظر عندهم صداع ومش عارفين سبب ويتلع عندهم هو غير بس الصداع وضعف نظر وإحنا بس بنجري ونعمل نضارة لو حد من نظوم الأورام ما ده عمله فحص قائن هكتشف حاجة من الاتنين إما ارتشح في العصب البصري أو بداية ضمور في العصب البصري ده طبعا بيبقى بعد فترة طويلة لكن لو بتدينا إن في ضعف وخصوصا لو ضعف ده جا فجأة برضو إحنا بنركز برضو على حكاية الفجائية إنه بسرعة أنا بسرعة في خلال أسبوعين تلاتة بتديت ألاحظ إن نظر بيضعف بسرعة أو إن سمع بيتقل بسرعة أو إن زي ما بتدينا الحلقة التركيز بدأ يروح بسرعة السرعة دي لا تستدعي إن إحنا ده مش موضوع خاص لا بالسن ولا بمرض مزمن ده حاجة فجائية ده حاجة فجائية ده حاجة فجائية لابد إن إحنا نعمل فحصات وليس لقى منظومة أعراض مع بعضها يعني مش أي حاجة منهم منفردة يبقى كده إيه دليل على وراء مخ والأهم من ده كله إن إحنا مش بنقول إن لابد إن أنا أكتشف في الأعراض دي وراء مخ لكن ممكن أمراض تانية كتير بتعمل لنا نفس الأعراض لكن لابد من عمل فحصات إن نتطمن إنه مفيش وراء في المخ وإن أنا متأخر عليه وإن الوقت بيعدي وإن إحنا النهاردة كان فيه فرصة أفضل فاتت وإذا بقى الحرائي هو اللي إحنا بنركز عليه للمرة التانية لابد من عمل فحصات قد الفحصات ممكن تقول والله لا الدنيا كويسة أنا تطمنت كمريد أنا تطمنت إن الأمور كويسة هتابع بقى على حسب التخصص دكتور رمض أو دكتور أنفو أذن وسامعيات على حسب التخصص اللي أنا إيه بتابع معاه ديها مع رسالة واضحة جدا من دكتور محمد اللباد أي حد يحس إنه عنده عرض أو عرضين من الأعراض اللي قلنا عليها دي يتجي فورا يعمل فحصات على أساس إنه إحنا نقدر إن كل ما اكتشفنا المرض بدري كل ما تم الشفاء إن شاء الله بدري معنا اتصال أستاذ دعاء ألو تمام طب فضع يا دكتور كامل حكاية النظر دي ممكن تكون صاحبة بضعفة في النظر أو إن فيه جزء في مجال الإبصار أنا مشايفه كويس إنه وانحجاب الرؤية ده انحجاب الرؤية ده ومش لازم يبقى كامل يعني إيه بانحجاب الرؤية ده انحجاب الرؤية إحنا عندنا مكال الإبصار كل عين مجال الإبصار بتبقى في صورة دايرة دايرة يعني أنا شايفك دلوقتي العينين لو أنا قفلت عيني أنا شايف دايرة إنت برضه لو جربت تقفل عين واحدة كده هتلاقي إيه دايرة دايرة هما الصورتين بيكملوا بعض الصورتين بيكملوا بعض المفروض الأتنين بيجوا بيكملوا بعض بصورة واحدة نكمل بعد إذنك الصورة دي أسفل جداً الإنتصال تاني ألو؟ أستاذ هاني؟ بسمين حضرتك السلام عليكم عليكم السلام وحبت وبركاته ألو؟ عليكم السلام وحبت وبركاته ممكن حالك بسي أتكلم الدكتور؟ الدكتور معاك تفضل بوليستك دكتور بوليستك حركة فنم عندي على طول الدغط يبقى عاني على طول ببقى 150 عن المية 130 عن المية كم سنة أو ستازين؟ كم سنة أو ستازين؟ عندي حركة 38 سنة تمام تمام كمل في حاجة غير الضغط العلي؟ على طول بزع بدماغي نعم في حاجة غير الصداء؟ عندي فندي بمرضك سكر بس سكر أنا في أوله مش عالي يعني تمام بحاجة فندي معصول بزع جامد في دماغي بحاجة كشاب تعمل في أزن قال له إذا أناك ما فيهاش حاجة العصر بتاع دماغك هو إيه؟ هو اللي تعبين مش كده دي مدقاني حتى بحاجة اللي منذ برد فيه توقلي كده إيه؟ تنميل شوية تنميل كده في وش وكده فعايز أعرف ده من إيه؟ في تنميل في كل الوش ولا حيطة معينة في الوش دكتور محمد بيسألك التنميل في وشك كله يا أستاذ هاني؟ ولا في أجزاء معينة من وشكك؟ دي لقد روفي في الـ هو مسمعش بسوية؟ لأ حرك تنميل في الوش نحية الشمال نحية الشمال هني هو محدد المكان شكرا أنت صالك يا أستاذ هاني تابعنا من التلفزيون فضلي دكتور مجموعة أعراض مجموعة أعراض بس في جزء منها طبعا هو الأستاذ هاني لازم بياخد باله طالما ضغط وسكر في محاذير ناخد بالنا منها لأنه دي بتعتبر علامات خطورة وبس برضو عشان ما يتلخبطش ولأنه يمكن سمع الحلق عن عن أورام المخ مش شرط كل حاجة تبقى أورام مخ زي ما اتفقنا لكن لازم من ضبط الضغط لأنه هو ده بالنسبة لسنه ضغطه ده يعتبر عالي شوية عالي على سنه الصغير عالي على سنه وشباب يعني ربنا يديله الصحة فلازم يضبط الضغط والسكر وانتبع محد كويس جدا من الزوم ولا البطنة نسبة لتنميل الوش احنا محتاجين فحص محتاجين نعمل رانيم مع نطيس برضو تاني يا أستاذ هاي الفحص ده مش معناه ان احنا اللي قدر الله ممكن نلاقي حاجة بس لابد ان احنا نعمل فحص للطمئنان لأن التنميل من الأعراض اللي احنا بنهتم بها وخصوصا لما تبقى زي ما هو قال واخده نص الوش مش واخده الوش كله دي من الأعراض اللي احنا بنهتم بها فلابد بنعمل رانيم مع نطيس والف سلام عليك والف سلام عليك ومعنا اتصال تاني أستاذ جمال ألو 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 أي�ا السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله بركاته ممكن crowned deṭa le etexc دكتور معاك بالفعل تفضل لو لو سمحت دكتور الانسولين يأثر على النظر الانسولين يأثر على النظر حاضر يا أستاذ جمال جاوبك حاضر يا أستاذ جمال شكرا لك هو طبعا ده برة تخصوصي لكن هو السكر هو لو السكر مش مظبوط ممكن يأثر على الأعصاب يمكن أنا هجاوب على النقطة دي لأن فيه جزء أعصاب بس لكن أنا أحب دايما أن كل حد يفتف تخصوصه السكر مش مظبوط يأثر على كل الأعصاب من ضمنها العصاب البصري أنه بيعمل لنا ممكن يعمل لنا التهابات وعمل لنا ضمور لقدر الله في العصاب البصري سكر متزبط غالبا الدنيا كويسة نسبة حدوث المضاعفات بتبقى بالنسبة لمضاعفات العصبية بتبقى قليلة قليلة على حد كبير جدا سكر مش متزبط ممكن يعمل لنا التهابات في الأعصاب من ضمنها أعصاب الجسم كله أشهر حاجة يمكن كتير من السادة المشاهدين اللي عارفينها التهابات الإيدين والرجلين المرضى السكر ودائما عندهم تنميل صوصا بيزيد في الشتاء ويحس كأنه لابس جوانته وشراب من كتر التنميل مش حاسس بيأيدي كويس ولا حاسس برجليه كويس من ضمن العصاب دي عصب البصري البصري دمه هو عصب فهو السكر اللي مش متزبط مش الإنسولين إنما السكر اللي مش متزبط هو اللي أثر على عصب البصري لو قعدنا فترة طويلة لا ممكن يأثر على عصب البصري رابي دكتور في أي حاجة تانية حرارك تحبت تدفع بالنسبة للأعراض إحنا لسه ما تكلمناش خالص طبعا عن أعراض الأطفال دي إحنا زينا بس ناخد بقية الأعراض وهنكمل أعراض أطفال المرة الجاي نكمل بقية أعراض الأطفال المرة الجاي إن شاء الله الدائرة دي ما كاملناش الدائرة موضوع صورة الدائرة الدائرة إحنا المجال اللي صار بيبقى دائرة أنا ممكن ألاحظ أنه فيه جزء وغالبا بيبقى الجزء اللي برا الدائرة على الشمال أو اليمين أنا مش شايفها ممكن أكون بقية الدائرة أنا شافه كويس لكن كأن في حاجة كأن في ورقة محطوطة في حيطة صودة على ناحية هنا الحكاية دي ممكن تبقى حتة فوق حتة تحت ممكن تبقى نص وممكن الباقي ده بقى شافه بوضوح جدا ده لوان حجاب البصر بنسميه فقد مجال الإبصار جزء فقد جزء المجال الإبصار وده بالحريك ده عرض مهم جدا وغالبا ده بيبقى حاجة في منطقة المجال الإبصار من أول العصب البصر الحاد وراء في المخ فيه بنسميها البقرة البصرية ده أي حاجة بتضغط عليه في مجال الإبصار ده فوقي تحته بتعمل لنا جزء من انحجاب الرؤية وده عاوز حد من المرض ان هو يبقى زكي كويس ان هو يلاحظ الحكاية دي ممكن بلاحظها أكتر مع السواقين لأنه بيشوف بيبص في المراية غالبا أول ناس بتلاحظها اللي بيسوقوا بالسواقين شغلته لما يجي بيبص في المراية الجانبية بيحس من حجاب كده حسنه شايف كويس الحديث معك شايق جدا ونشكر حضرتك جدا رميسي جدا لحضرتك وان شاء الله على وعد وآمل باللقاء قادم بإذن الله نكمل بقى عرض الأطفال شكرا لكم شكرا لكم عزيزي المشاهدين ان شاء الله استنونا بعد الحلقة على لايف على البيج بتاعتنا نور الطب بالعرب يكتبوا كده على فيسبوك هتلاقونا وانا ودكتور محمد نطلع ننوى عن معادل إعادة هشوفكم ان شاء الله الإسبوع اللي جاي دمتم في حفظ الله كانت معكم نور العقاد إلى اللقاء